سأذهب لفقرتنا النفسية والاجتماعية وكثير من العائلات ممكن تتعرض طبعاً بسبب الظروف اللي عم نعيشها فرح لكثير من المشاكل أو حتى خليني يقول الصعوبات بس أمتى بتكون المشاركة من العائلة مع الأولاد هي مهمة بهذا الموضوع يعني ضروري أنا كأب وأم روح لعند أولاد يقول لهم نحن مثلاً عم نمر بظروف اقتصادية صعبة لازم نتعاون أو لا ممكن يصير فيه نقاش بهذا الموضوع ولا لا؟ هذا يعتبر سلبي إيمت لازم يتم النقاش بالمواضيع العائلية إيمت ممكن يكون تأثيره سلبي على الأطفال بالعائلة العمر اللي ممكن نستفيد فعلاً فيه من المشاركة كل هاي الأسئلة رح جاوبنا عليها الاختصاصية النفسية سوها أحمد سهل صباحك سهل صباحكم صباح الخير أهلا سهل صباح الخير إليك سوها عم جديد بتوقع اليوم الموضوع اللي يخترنا بلامس كل عائلة سورية خاصة اليوم الضغوطات على الكل عم بتكون على كل العائلات في مختلف يعني بالشرائح وخيري نوعي ما إمتى بيكون لازم نحن نقعد مع الولاد ونخبرهم عن طبيعة الضغوطات وشو هي الضغوطات اللي عم نمرأ فيها وإمتى ما نفضل نحن أنه نتكتم على هذا الموضوع ويضل بين الأم والأب الضغوطات كتير كبيرة يعني مهنية واقتصادية وعائلية ودراسية فبتختلف بالفروق الفردية بين الأفراد بالمجتمع نحن رح نجي على الأسرية بنحكي قبل كان قبل الأجيال السابقة كان غير هالعصر التكنولوجيا صار في فوضى كتير بالمعلومات وبالمتطلبات للأطفال يعني حتى والمراهقين هلأ الطفل لمرحلة الصف السادس بيضل ممكن ترضيه بأي شيء لأنه بعد عنده مراحل طفولة بعمره بينما من المرحلة النص الأعدادي وسانوي فصار عندك مراهق بالبيت فبديك تراعي تفكيره والفئات العمرية اللي عم يحتاج كافية ومتطلباتهم ونحن أكتر شيء الضغط بيكون اقتصادي خاصة بالوضع المعيشي يعني إذا بنا نحكي هلأ بالواقع نحن اللي عايشون في كتير صار خلافات طبقية مرعبة عم تأثر على الأجواء بالأسرة وحتى المردود المادي معامي كفي حتى تأمني حاجياتهم الدراسية قبل التانية يعني الرفاهية فالاختلاف الأعمار أحيانا كمان الأسرة إذا كانت كتير عندها أسلوب الحوار بالبيت اجتماعي وحلوم بينشؤ جيل عندها زريف يعني شو ما كانت تعداد الأطفال أما إذا كان في عندهم حالات طلاق أو انفصال كتير بيأثر على التأسيس الاجتماعي دائما مشاكل دائما صريخ ما فيه حوار دائما فيه كبة مشاعر كبة مشاكل ما بيلجأ للمراهقين أنه يحكوا للأمهات أو الآباء لأنه بالأساس هنون ما عندهم فكرة الحوار بين الأب والأم نحن دائما منحكي أنه دائما الوالدين هنون أساس البيت فعن لما بيكون هنون أسلوبهم كتير راقي وكتير شوي دبلوماسي مع بعضهم فكتير بيتأثر الطفل منه أو المراهق لأنه هو بيكتسب بالنهاية أي شيء بتاخدي أنت بتكتسبه من أسرتك باللا شعور يعني أنت بتاخدي طباعهم فنحن كتير من الحوار كتير كتير نحن من أكد عليه بموضوع الأطفال المراهقين خاصة بعصر التكنولوجيا لأنه كتير عم يتفردوا بحالهم عم يزوه وياخدوا زوايا أنت غايبة عنهم ما بتعرف في شو عم يصير وإذا كان الأسرة كتير عاملة الأب والأم كانت 2 عاملين فصار كتير شرخ كتير بعدوا عن نصصهم حكاياهم ونحن منرجع للضغط الأساسي هو ضغط ابتصادي إذا بنا نحكي هلا نحن على الوضع السوري على الأسر السورية صار في خلافات طبقية كتير مرعب أسرت على هذا الموضوع حتى بالطلاب بالمدارس حتى المدارس الخاصة المدارس الدولة صار بموارقات بين الطالب اللي بمدرسة خاصة اللي عنده مراجعة وعنده متابعة بالأستاذ هذا عم يشكل كتير عباء على الأهل عم يوترون عم يضغطون نفسيا وخاصة إذا أحوال المادية كتير على قدهم يعني على حاجتهم باستثناء إذا في مردود خارجي فنحن منطلب هنا شوية من الأهل يجوا شوية على حالهم يساعدوا حالهم اللي يساعدوا المراهقين اللي عندهم اللي يحتوون لأنه يعني ظروف خارج خارج على الإرادة الكل طبعا يعني نحن ما عم نحكي لأن نعطي غير طاقة إيجابية يعني بدون يهونوا على بعضهم تمام هلأ صار الجيل يعني هلأ أنت مثلا بتجي لجيلة التسعين بيفرق عن جيل الثمانين تمام بتفرقي هلأ عن جيل الألفين أنت لما عم تحكي مع جيل الألفين فهو عم يستوعب عليك يعني لما عم تحكي طالب بصف السادس كأنك عم تحكي على طالب كان بالتاسع فهو عم يستوعب نحن بيجي بيقولك أنا مقدر وضعه مقدر هيك بس بلحظة من اللحظات لما بيشوف رفئه أحسن منه بغلط هون بتطلع عنده الطفولة بتطلع عنده من تطلباته وحاجياته في أهل ممكن يعودوا بأشياء بسيطة ترضي غروره لهذا المراهق وفي أهل كتير 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 عاطين تفهم مرعب لأولادهم فعلا بيشاركهم بحديثهم أن نحن بدنا نقدر أهالينا نحن بدنا نساعدهم نحن ما نضغط عليهم ممكن نحن مثلا بموضوع الدراسة ممكن مثلا إعلام القديمة نحن نحافظ عليها مشان نستخدمها لبعدين كتير في أساليب لجأوا فيها والدور الكبير دائما للأم بموضوع الأسرة كتير للأم طبعا لأنه إذا كانت الأم والأب كتير متفاهمين مشاكلهم على جنب بيحلوها بيوصلوها بأسلوب كتير الزريف أما إذا بدك تجي بيجي المراهق بيقولون أنه أنا بدي هيك روح لعند أمك فهذا المتداول كتير فبينزلوا بيصير بينزل عبق على التاني وما بيوصلوا لحال ما بيوصلوا لنتيجة بيوصل المراهق أنه أنا شو البيت اللي عايش فيه تمام نسمعها حتى لا لا موجودة نحن موجودة وعايشينا وما عم نحكي شي خارج عن نطاقنا ما عم نحكي ببلد تاني عم نحكي معاناة يعني المجتمع والأسر اللي نحنا عم نعاني فيها بالمقابل في كتير أسر منفكة في كتير طلاق في كتير حالات انفصال مرعبة في زوج أم في زوجة في زوجة أب في تشرد أطفال برا البيت ما في حدا عم يحون هاد بيقلع من هون هاد بيقلع من هون في كتير أسر تركت أولادة المدارس مشان يجيبوا مدخل مادي يعني كتير الحوامل كتير متشاعب وكتير قوي وحيانا بيكون في أطفال مريضين عندهم حالات زوي إصابات زوي حاجات خاصة في أحيانا أهل ما بيعرفوا يتعاملوا فيها فبيصيبهم ضغط كمان بالأسرة فأنتي ما بتعرف في أحيانيش بدول متوترين لأنه في شي مخبة عندهم فدائما بيقولوا لك البيوت أسرار أنتوا بتعرفوا يشوف فيها فنحنا منحاول قدر مستطاع أنه الأب والأم يوصلوا لنقطة اتفاق قوية كتير يساعدوا ودول مراهيقين ليساعدوا حالهم بدراستهم وبأمورهم مستقبلا يعني مشان ما ينصدم بالواقع بعد المدرسة كمم أكيد فراح يمكن كتير بنسمع أوقات أنه ابني أكبر من سنه يعني ابني بيفهم كتير أوقات أنا بكون ما بدي أقول له على هذا الشي بس هو لحاله بيجي بيتعامل معي بالطريقة الصح هذا الشي ناتج على أنه مثل ما قلتي أنه العائلة عم تتعامل بشكل صح لهون بدنا نسأل عن الأسلوب الأسلوب اللي ممكن تتبعوا يمكن الأم أو الأب وصل خليني أقول المشاركة أو تصير هي عادة موجودة بين العائلة النتيجة الإيجابية رح أرجع لك لما بيكون في حوار للأب والأم لأنفطرد بمرحلة الطفل ببلش الوعي غير الحوار التصرفات التصرفات اللي كان يعملوا أول شيء الإصراخ بالبيت كثير بكثير فيه أسر ما بتتغاضى عنه ما بي إيماءات الوجه لأنه أحيانا الطفل قارئ لوجهك لأنه فعلا بيكون قارئ لمعالمك وإيماءاتك أمتى معصبة أحيانا في أطفال بيجي بيحضنوا أمهم إذا كانت عم تعيط أو متصرخ تمام فهو قارئ يعني نحن دائما نفكر الطفل ما نفهمان بس فهمان بس بنسب معينة أسلوب التربية مرجع بقلك الاتفاق بين الزوج والزوجة كتير عامل مؤثر أسلوب التعامل مثلا بعد إذنك بدي كاسة مي تمام بعد إذنك بدي كاسة مي فبيكتسب الطفل بينما لما بتجي بيقول له أنه جي بيلي كاسة مي تمام فهو بنفس المرأة جي بيلي كاسة مي فهو عم يأسس تأسيس أهله تمام فلما أنت بتواصلي معه لمرحلة المشاركة مثلا أنه نحن اليوم نازلين على السوق بدنا نجيب مثلا هيك وهيك هو تعلم أنه أنت حصص طيله تمام فلما بيجي بيجي أوقات مادية سيئة هو متعود تمام يعني متعود أنت لا أشلاشة بيتي ولا رخيتي لها الطفل فهو تأقلم فبيصير واعي لهذا فبتكبر سنة مع سنة بيحاوروا بيقعدوا معه بيأخذوا معهم زيارات الاختلاط الطفل بالأطفال الآخرين بعززلوا الاجتماعية القوية كتير عن الطفل يلي ما بيحتك بحدا كمان مثل ما أنت أنا وياكي اجتماعيا قواية الطفل مع الأطفال التانين كمان عندهم اجتماعي ويتحاوروا المشاركة من الأهل كمان برجع بإليك دائما هي من الأب والأم دائما يكون في تفاهم بيناتهم ما في صراخ ما في عياط ما في مشاكل ما يوردوا مشاكل للطفل حتى لو بأي نقاش جانبي دائما يكون نقاشاتهم بعيدة لمرحلة للمرحلة الإعدادية ممكن بيستوعب هذا الموضوع موضوع أنه أكبر من عمره التكنولوجيا تكبرت كثير الجيل صارت المعلومة توصل لإله بسرعة البنوطة كبرت من وراء التلفزيونات والعم يصير فكبرت حاجاتها ومتطلباتها وصار عندها رؤى بعيدة عن جيلها تمام فصارت أنه أنت هلا شافتك على التلفزيون كثير عجبت بشكل بمرحلة ما بيصير بتضطر إما مشا ما تعمل شي من وراها بتضطر تلبي له هاي الحاجة بجزء صغير مننا لتغرية بهذا الموضوع بس بالمقابل ما تحرم لطفولتها الشباب كمان مراهقين كمان تأثروا بالشي العام يصير وبرجع بإلك اختلاف أجيال وفروقات فردية وفروقات بالأثر الاجتماعية والمشاكل والضغوطات اللي هن عايشين جواتهم ممكن يكون في حالة مرض بالبيت تضغط عليهم مريض أب أم طفل عندهم ممكن يكون في كتير تعداد أفراد أسرة مثلا يكون في عشر أطفال تمام بكذا مرحلة عمرية هذا كمان بسبب ضغط هلين تبهل بيكون عنده تعداد هلين بها الأزمة اللي عنده ولدين أو ثلاثة قدران يشيل حال في تفهم بالبيت أما اللي عنده سبعة وثمان كتير في عبئ اختلاف المعيشة الثقافة إذا دارسين الأهل بالبيت معنون دارسين إذا مثلا الزوج دارس الأمة مثلا دارسة كمان هي بيخلق صراع الزوج والزوجة تناكس على تناكس توافق فكري بين الرجل والمرأة كتير بيصير خلاف بتصير بتعملي إسقاطات لأولادك تمام بتصير مثلا إذا كتير هو المثقف درجة نحن في أسلوب بيسقلة قدام ولادك وانت شوفها ماذا تمام فبيجي ابن بيوجه لهذه الكلمة لأنه تلقى نها من أبو فصار هون ما في احترام للأم فدائما المشاركة الزوجية كتير حلوة تكون بالعاطفة قبل المادة لحتى انت تقدري تشاركي ماديا سهل الموضوع اللي عم نشوفه كتير حكينا المجتمع دائما هم الأهل يكون لهم رأي وتدخل يمكن بحتى بالأصدقاء اللي هنا عشروا ويلعبوا معهم ويطلعوا معهم أول شي يكون طبقة قريبة من بعض البيئة متشابهة وحتى مراقبة التصرفات الأطفال لحتى يمكن نخلق لهم نوع من التجاوب إذا أي أم أو أي أب يطلب طلب من ابنه كمان يقدر طبعا نحن دائما في أجزاء في البلد معينة كل يعني كل محور أو كل طبقة عايشة جنب بعضها لما صار بالمدارس الخاصة اختلاط صار ممكن الموظف على راتبه على قدو يشتغل شغل تاني ليأمن دراسته لابنه بمدرسة خاصة فبيساعده بهذا الموضوع بس في خلاف طبقة تانية ما بيتواكبه يعني سقف طموح عنده مثلا بمستلزماته المادية ما بتعليه لهذا الطفل فبيرجع على البيت بيقول له أنا اليوم رفيقي عامل هيك أو لابس هيك انت لماذا قدرت بيقول له أنا ما بقدر أمل لك غير مثلا دخل المدرسة كيف عود جانب العاطفي عن هذا المادية الضغط المادية اللي عم تعيشه ممكن طبعا اي وبرجع بيقول لك الطبقات دائما نحن نحاول اللي بتتواجدي فيها قادرة تتأقلمي معه بإمكانياتك بوضعك انت منك لحالك هو المراهق لما انت بتأسي الصح منه لحاله بيصير بيلتزم انه أنا ما في نيجاريك فأنا بيلتزم بيرفيق اللي مثلي بس بس همو دائما بيكون المعيار المادي هو الأساسي بالتقييم يعني في كثير الثقافي في الدراسي في كثير الناس بيضغى ثقافتها حياتها تربيتها فهون نحنا لازم نركز يمكن أو نحكي لكل يلي عم نسمعنا عن قدي فعلا الترباية والقواعد اللي ممكن الشخص يتعلمها بالبيت هي الأساس اللي بتخليه يكون عنده هذا الحصن المنيع من أي شي أكتر من ما أنا ركز على هذا أشباع وين ساكن شو عم يعمل قديش بياخد فنحكي شوي عن هاي التصرفات اللي هي العائلة بتقدر تدخلها موضوع الأسرة دائما لك في عادات وتقاليد بحسب الأسرة هي العادات وتقاليد مو عادات مجتمع وهيكي إنه العادات مثلا صبح بفيقه بيلتزموا بوجبة الأفطار بيلتزموا بوجبة الغداء بيرجع الطفل أو المراهق يعني بمرحلة المدرسة بيرجع بتجي أمه بتقعد معه شو أخدتوا اليوم شو عملتوا مين رفقاتهم مع مين حكيتوا مع مين ما حكيتوا حد مين قاعد حد مين قاعد فهون الأم بتكون عم تتواصل أول أب إنه مين رفقاتهم شو عم يصير أحاديث شو كيف انتباهوا بالدرس لما بتسأله شو أخد شو كان اليوم معنكم بالحصة الأولى والتانية والتالتة فلما بيعرف شو هو عنده فمعناته هي ممتاز تابعته بس بأسلوب كتير لطيف معنى يعني إنه عم تزعجوا لموضوع الدراسة هاي شغلة تدريس مثلا بتكون تابعة دروسهم تابعة رفقاتهم دائما الأهل بيحبوا يحتفظوا بيرفيقين أكتر شي ما بيحبوا يوسعوا الدائرة مشان يعرفوا أهله ويعرفوا شخلفيته ممكن كتير في رفقات رفقات دراسة يعني مثلا أنت عندك تأصير يكون مراهق عنده تأصير بمادة رياضيات رفيقه الشاطر تمام يجتمعوا يتساعدوا بيعودوا ويدرسوا بحسب الأهل طبعا تحت إدارة الأهل بيعرفوا وينهم في كتير أهل عندهم أسلوب كتير حلو بيجيبوا الولاد تدرس عندهم بالبيت ما بيضطرون يطلعوا لبرة أو يدرسوا لأنه تحت إشرافهم ولطافتهم ومسلا بتجي الأم أنه أهلين خالي كيفك شو أخبارك حتى الأسلوب الأهل أنا برجع بلك الأسلوب الأهل هو العامل الكبير حتى بعلاقاتك حتى بعلاقاتك فدائما لما بيكون إيجابي وأسلوب الراقي ولطيف واجتماعي فدائما بيتأثر فيه فهي أساسهم فأنتي بيكتسب المراهق مننا أو الطفل تمام أكيد يعني تفاصيل كتير صغيرة متشعبة بالموضوع كبير بتأثر على الشكل العام إذا بدنا نقول وإذا دورنا بهي التفاصيل رح نعرف حلك المشكلات يظل يمكن القربة من الأطفال والقربة من الولاد هو الحلك للمشاكل شكرا لألك شكرا لألك شكرا لألك شكرا لألك